تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله شرعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في إجراءة تسليم الخدمات الإسكانية البديلة للمواطنين المستفيدين وذلك ضمن جدول زمني أعدته الوزارة لتلبية الطلبات القائمة وحسب أقدميتها وفي هذا الصدد أكدت سعادة السيدة أمنى بن تحمد الرمحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة بدأت اليوم في تخصيص حزمة من مشروع القسائم السكنية بشرق سترة للمستفيدين من الخيار الأول للحلول والخيارات البديلة والمتضمن تخصيص قصيمة سكنية بالإضافة إلى تمويل بناء عبر برنامج تسهيل والذي يبلغ 40 ألف دينار فيما ستشهد الفترة المقبلة أيضا تسليم الشقاق السكنية للمستفيدين من الخيار الثاني والمتضمن من حملية بقيمة 3000 دينار مع إعفاء لمدة عامين من رسوم صيانة المناطق المشتركة لدى اتحاد المنتفعين بدأت أن أشكر القيادة الرشيدة وأشكر ولي العهد على هذه الفرصة وبالأمس أول أمس جاءنا اتصال أن خبر أني سحب على وحدة والحمد لله يعني استانسنا الأهل استانسوا اليوم تصلوا لنا على شان الأرض سحبنا لها وطلع لنا على زاوية كان التنظيم هنا كلش منتاز يعني ما أخذنا وقت الحمد لله رب العالمي عن الاتصال قبل يومين وجدا كنت فرح بالاتصال حتى الأهل وهذا استانسوا وايد وكانت الجراءات سريعة الحمد لله فاني يوم تصلوا فيهن وخبروا أنه جينا وقعنا الحمد لله رب العالمي الحمد لله رب العالمي أنه أنا حصلت على الأرض فبكون الأكبر أرض أنا بعد حصلتها لحد الآن أكبر شيء أنا حصلتها والله الجراءات يعني سهلة صراحة ما تأخرنا يعني في أي شيء والله يعطيهم العافية ما قصروا يعني